تشارك وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في الجلسة الختمية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار وأكدت المشاط أن المناخ والبيئة قاسم مشترك في جميع البرامج مع شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر مشيرة إلى متابعة معدلات السحب والتنفيذ لمحفظة التمويلات الإلمائية لضمان تذليل التحديات وتعظيم الاستفادة من المشروعات تنفيذا للتوجهة الرئاسية وأضافت أن المحفظة الجارية لمشروعات قطاع البيئة تضم ثمانية مشروعات بتمويلات تنموية قدرها 380 مليون دولار